أتلقى أسئلتكم المباركة ومعنا معنا الأستاذة مونة تتفضل ألو سمع وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاتو أستاذة مونة زحر ذاك يا عميدي فضل والحمد لله ونعم بني ديك السهر أنا كنت عايزة أسأل يعني إيه علاج روحون أنا ممكن أسألك أنت عارفة عن إيه علاج روحوني أنا مش عارفة ما هو ما فيش حاجة اسمع علاج روحون ما فيش حاجة اسمعك كده هو ما فيش حاجة اسمعك كده لو أنت بتتكلمي أصل العلاج عندنا العلاج عندنا ده خاص بالكليات المسؤولة عن العلاج يعني بدل فيه علاج يبقى فيه عقاقير لكن أنا ما فهمش أن العلاج ده يبقى بدون دراسة علمية رصينة بدل فيه علاج يبقى فيه أدوية بدل فيه علاج يبقى فيه تخصص أنا لما سألت كولتلك لما سألت حاجة اسمعنا يعني إيه علاج روحاني لأن أنا ما عرفش الكلام ده ما عرفش الكلام ده يعني إيه يعني أنا ما عرفش أن ده يتسمى علاج ولا أعرف أن الكلام اللي بتقال ده ينفع الواحد لو راح لحد يعالجه عليك روحاني والشخص ده أذى مثلا أو أوحاله بأي شيء فأوحالها مثلا بأن هي ست رائقة وست نقية وست أفاتار مثلا ست راقية قوي فبصت لجوزة وقالت بس ده جوزي كده يبقى شخص كده أقل مني ويمتص وعي ويفسد علي طقتي ويفسد علي حياتي وأنا روحانيا بقيت من الأقطاب ومن الأولية والراجل دوت ما يستحقنيش فروحة متطلقة وهي في الحقيقة هي الشخص كان محتاج يتأهل يتأهل إيه يتأهل من قبيل الوعي مش بس يتأهل نفسيا هو لو عمل كده معه مين هيحسبه يعني اللي هيستخدم العلاج الروحاني ده لو عمل خطأ أنا حسبه إزاي طب الأطباء عارفين عندنا نقابة وعندنا كمان محكمة عندها قانون ممكن تحبس الطبيب أو تحاكم الطبيب إذا لم يبذل عناية الرجل الحريص الشخص ده لو أنه أخطأ أو أساء مين اللي هيحسبه مفيش حساب فعشان كده مفيش علاج إلا إذا كان فيه مسئولية إذا كان الشخص ده مش هقدر أساءله فمش من حقه أنه يشتغل بالطب لأن دي أنفس ناس وأرواح ناس وحياة ناس وعقول ناس وقلوب ناس ودين ناس كمان ده دين ناس ممكن الواحد بسبب ما حد يفسد عليه عقله يفسده هذه الحياة كلها ويفسد عليه علاقته بربنا أنا ما شفتش حد اشتغل بالكلام ده إلا وأزى ناس كتيرة جدا 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 وأنا ما شفتش ده في تخصصات اللي احنا عارفينها اللي ممكن يكون هذه التخصصات محاطة بما يوفر الأمان لمن يتعامل مع هذا الأمر ولذلك أنا ما عرفش بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر